مالذي قالته التماثيل للإسكندر الأكبر عالم أمريكي في القطب الشمالي معه كتاب غريب لا علاقة له بكل الجبال الجليدية التي حوله ولا بأبناء الإسكيمو ولا الكلاب التي تجر العربات ولكن هذا الرجل يرى أن لهذا الكتاب علاقة بكل شيء وعلى غلاف الكتاب صورة لهرم الملك خوفو وفجأة في أحد الأيام سنة 1964 سقط الكتاب من يد الرجل وهو يسأل نفسه لماذا توجد غرف دفن في هرم الملك سينفرو في دهشور وتوجد غرف دفن أيضا في الهرم الذي بناه خوفو ابن الملك سينفرو بينما نجد هرم الملك خفرع ابن الملك خوفو بلا غرف دفن لماذا؟ لابد أن هناك سرا ولابد أن يبحث هو عن طريقة لمعرفة هذا السر بل هناك سؤال أهم من هذا كله ولماذا الأهرامات؟ ولماذا هذه الدقة الشديدة؟ وكيف عرفوا الهيئة الفلكية؟ وكيف تطايرت في أيديهم الأحجار الضخمة بلا سبب معروف؟ وكيف أن لديهم في معابد طيبة تماثيل حجرية إذا اقترب منها الإنسان اقتربت منه؟ وإذا تحدث إليها نطقت أيضا إن الإسكندر الأكبر قد روى ذلك عندما ذهب إلى معبد طيبة وقالت له التماثيل أنت ملك الملوك ولكننا أكبر منك وانحن الإسكندر الأكبر واستراح إلى هذه الحقيقة ولكن هذه الحقيقة هي مصدر حيرة لكل العلماء ولهذا العالم الأمريكي الذي كان يقرأ عن أهرامات مصر وهو في القطب الشمالي إنه العالم الكبير لويس ألفاريز أستاذ الفيزياء بمعهد لورانس الإشعاعي بكاليفورنيا والحائز على جائزة نوبل وقيل لهذا العالم الكبير كما يروي لنا العالم الأثري الدكتور أحمد فخري في الصفحات الأخيرة من كتابه عن الأهرام المطبوع في شيكاغو لا بد أن المهندسين الفراعنة قد غيروا تصميم هرمي خفرع هذا كل ما كان هناك ولكن ألفاريز لم يقبل هذا التفسير وجاء إلى مصر سنة ألف وتسعمائة وست وستين ومعه أجهزة إلكترونية تسجل اختراق الأشعة الكونية لأحجار هرمي خفرع ولكن عندما بدأ يسجل هذه الأشعة نشبت حرب ألف وتسعمائة وسبع وستين وتوقف العمل ثم عاد في مارس سنة ألف وتسعمائة وثمان وستين ومن الحقائق المعروفة أن الإشعاع يستغرق واحدا على ألف مليون من الثانية لكي يخترق الصخور فإذا كانت في داخل الهرم غرف أو ممرات كانت الأشعة أسرع من ذلك وحدث خلل ما ضاعف حيرة العلماء فعاد إلى أمريكا يتهم نفسه وعلمه إن الطراب مسار الأشعة شيء غير طبيعي أو غير منطقي وإن مجرد ذكر هذه الواقعة يعتبر أكبر نكتة ونكبة علمية في كل العصور وانتهى البحث العلمي عند هذا الشيء الغريب العجيب كيف نفسر وجود رياضيات متطورة جدا وأكثر دقة من علومنا الرياضية عند قبائل المايا ومن ألوف السنين ومن أين أتوا بها ومن علمهم ذلك لماذا ظل هرم خوفه أكبر وأعظم بناء هندسي حجري فلكي سحري في كل العصور لماذا ورد اسم هذا الهرم في كل القبائل البدائية التي يستحيل أن يكون بينها وبين مصر أو الجيزة أو الهرم أي تصلة من أي نوع كيف تمكن أهل بابل من اختراع البطاريات الكهربائية الجافة قبل أن نعرفها نحن بأربعة آلاف سنة كيف تحدثت أساطير قديمة جدا عن أن هناك قمرين يدوران حول كوكب المريخ كيف إذن ذلك؟ كيف عرفوه وإن لم يروه؟ إن خطابا تلقيته من عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز يؤكد لي أن هناك اتجاه علميا الآن يقول إن الكواكب حولنا تخلو من الحياة أو تهاجر منها الحياة إلى قلب الكون ويبدو أن هذا الرأي صحيح فالصور التي أرسلتها سفينة الفضاء فيكينغ من كوكب المريخ تظهر أن به نسبة ضئيلة من النايتروجين التي تجعل الحياة ممكنة ولكن لا بد أنه كانت هناك حياة ولسبب ما تلاشى النايتروجين من الجو فتضاءلت الحياة أو هاجر الأحياء إلى كواكب أخرى أبعد وأعمق ربما بأي شيء نفسر أن كتب الأساطير القديمة في الهند والتيبت وبيرو والمكسيك وكتاب الموتى الفرعوني تحدثت عن كواكب أخرى وعن سفن الفضاء وعن الأطباق الطائرة وبهذه الدقة الغريبة وكيف أن أبناء حضارة الأنكاس في القرن الثاني عشر تحدثوا عن تماثيل من المعادن تتحرك من تلقاء نفسها وليست تماثيل حجرية كالتي رأاها الإسكندر الأكبر في الصحراء الغربية ثم إن الإسكندر وصف نقوشا على المعابد المصرية تتحرك عند الاقتراب منها وكيف أن هذه فيها حياة ولها ظلال وبريق وكأن الجدران شاشة سينما أو تلفزيون بأي شيء نفسر ما رآه الناس في غرفة البابا سيلفستر الثاني عندما نادى تمثالا من المعدن فتحرك ينحني للضيوف إن البابا سيلفستر الثاني قد فسر ذلك بأنه صنعه من معادن نادرة وفي إحدى الليالي القمرية ولكن هذا التفسير لا يريحنا لأننا لم نعرف كيف استطاع ذلك ومن أين استمد هذه المعرفة المتقدمة جدا وهذا ما فعله آلبرت الكبير في القرن الثالث عشر فقد كان عنده تمثال من المعدن يرد على تساؤلات الناس وفي سنة ألف وتسعمائة عثر الصيادون اليونانيون على بعض الإسفنج القديم وفي داخل هذا الإسفنج قطع معدنية عندما تم تركيبها معا تحولت إلى ما يشبه الحاسوب الإلكتروني وفي سنة ألف وتسعمائة وتسع وخمسين أعلن البروفيسور ديريك عالم الفيزياء المشهور ومدير متحف العلوم في جامعة بيرنستون من المؤكد أنها صورة لعقل إلكتروني كان يعمل بمنتهى الدقة من عشرين ألف سنة كيف؟ وفي محاضرة للبروفيسور برابيس عالم الرياضيات الأمريكي الشهير أعلن أن العثور على هذا العقل الإلكتروني في مياه اليونان يشبه العثور على نفاثة في تابوت الملك توت عنخ آمون ومن عجائب المؤرخ لوسيان الذي تحدثت عنه من قبل أنه كانت لديه مرآة كبيرة وكان إذا وضع المرآة على حفة بئر ونزل الناس إلى البئر سمعوا أصوات أناس يبتعدون عنهم مسافات طويلة بوضوح شديد وكان لوسيان نفسه إذا نزل البئر عكست له هذه المرآة أصوات الناس وصورهم ويؤكد بشهادة مئات الشهود أنه يستطيع أن يشم بالدقة رائحة ما يحملون من طعام كيف؟ يروي الكاتب الروسي الكبير ماكسيم جوركي هذه الواقعة عندما كان في الهند تقدم منه أحد السحرة الهنود وقدم له ألبوما من الصور وأعجب جوركي بجمال هذه الصور وبالعبارات الشعرية المكتوبة تحتها ثم أعاد الألبوم شاكرا ولكن الساحر الهندي طلب إليه أن يعيد النظر في الألبوم فوجد الصفحات بلا صور ووجد ترجمة روسية للعبارات التي كانت تحتها وأدهشه ذلك ولكنه لم يجد ما يقوله فلما سأله الرجل الهندي ما رأيك؟ قال لولا أنني ملحد ولا أؤمن بوجود الله لقلت إنها معجزة سماوية أو إن هناك قدرة خارقة لا أعرفها قد صنعت ذلك كله كيف نفسر أن جماعة من البدائيين قد رسموا على كهوفهم أنواع من الحيوانات قد انقرضت قبل وجودهم بملايين السنين كيف نبرر وجود خريطة من الجو لأمريكا والقطب الشمالي قبل اختراع الطائرات والصواريخ بألفي سنة؟ كيف نعلّل وجود صورة جوية لمنطقة الجيزة على أحد المعابد الهندوكية في ولاية كيرالا بالهند؟ وترجع هذه اللوحة إلى ما قبل بناء الأهرامات كلها بألوف السنين؟ ما الذي يمكن أن نفهمه إذا تحدثت جميع الحضارات القديمة والأساطير عن أن هناك طوفانا وأن هذا الطوفان وقع في وقت واحد في مصر وفي اليونان والعراق وبيرو والمكسيك وحتى في جرينلاند الجليدية وفي صحراء جوبي كل ذلك في وقت واحد دون أن تكون هناك أي تصلة بين هذه المناطق المتناثرة ما معنى أن نجد في الكتاب الهندي القديم مها بهارات وصفاً دقيقاً لسفن الفضاء وطائرات النفاثة وطائرات هليوكابتر وقنابل ذرية وبمنتهى الدقة لماذا آمنت كل الشعوب القديمة بأنه يمكن تحويل المعادن بعضها إلى بعض ثم تحويلها إلى ذهب؟ كيف نجد قصصاً عن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قبل اكتشافهما بألوف السنين؟ هل يمكن أن نقول إن واحداً اسمه توت أو تحوت هو الذي نزل على أرض مصر وعلم الفراعنة كل الفنون وكل العلوم؟ هل هو نفسه الذي يسميه الإغريق أورفيوس الذي نزل وعلمهم الموسيقى وأساليب الحكم والفن والطب والعلاج وحدثهم عن حياة بعد الحياة وعن حياة على كواكب غير هذه الكواكب؟ هل هو نفس الأفعى ذات الأجنحة التي نزلت على أرض المكسيك من طاقة إن فتحت في السماء؟ هل هي السمكة التي لها وجه إنسان ونزلت على أهل سومر وتمرغت على شاطئ الخليج العربي؟ إن ملامح هذه السمكة تشبه بالضبط ملامح رائد الفضاء إذا نزل بملابسه البيضاء على سطح الماء ثم كيف أن هذه السمكة قد علمت أهل سومر قوانين الزراعة والصناعة والفن والطب والكتابة والحساب وكان اسمها أو كان اسمه وانيس هل وانيس هذا واحد من الذين كانوا في السماء؟ ثم هبطوا إلى الأرض؟ ثم عادوا إلى السماء؟ أو إلى الماء؟ عندما انتهت هذه المهمة الرسمية؟ ومن الذي كلفه بها؟ ولماذا؟ وأساطير أمريكا الجنوبية تتحدث عن رجل أبيض نزل من السماء في ليلة كلها رعد وبرق ولكن هذا الواحد الأبيض كان يمشي على شعاع قد نزل من كوكب الزهرة ومشى على الماء حتى وصل إلى الشاطئ ورخ يعلم الناس كل شيء هذا الواحد الأبيض اسمه تراكوشا ثم إنه اختفى بعد ذلك إن الذي نجده في كهوف تسيلي على حدود ليبيا والجزائر ووصفه العلماء بأنه واحد من أهل المريخ لشيء غريب إنه قطعة واحدة من الحجر طولها ستة أمتار عليها صورة إنسان طويل عملاق يرتدي خوذة مثل خوذة رواد الفضاء ثم إنه يطير ما المعنى؟ ثم تلك الحيوانات الطائرة على جدران كهوف أخرى إنها تؤكد أن الصحراء الغربية كانت مليئة بالغابات والحياة وهذا من الناحية العلمية صحيح وإلا ما كان بيترول فالبيترول هو نتيجة تراكمات حيوانية ونباتية ولكن أهم من ذلك أن أهل الكهوف قد سجلوا حديثا فلكيا فقد سجلوا أناسا كانوا هنا ثم عادوا إلى حيث لا ندري وتحليل الصخور والألوان على الكهوف يؤكد أن عمرها بعشرات الألوف من السنين كيف؟ سؤال مهم جدا وبسيط جدا بماذا نفسر وقوع حوادث متشابهة جدا في أماكن مختلفة ومتباعدة من العالم وفي وقت واحد كيف؟ على سبيل المثال فقط نفسر ما جاء في سفر النبي أخنوخ من أنهم حملوه في إحدى السفن إلى كواكب أخرى وكيف نفسر الملحمة القديمة المسمات جالجامش والتي هي رحلة حول الأرض في إحدى سفن الفضاء وكيف نفسر ما جاء في سفر حزقيال في التوراة أو ما رآه أشعيا أيضا إن الانتقال من مكان إلى مكان تم بوسائل غير معروفة لدينا ليس من العلم ولا من العقل أن نرفض الذي لا نفهمه ولكن من العلم أن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والقدسين ليست شيئا خرافيا وأنما هي تدل على أن هناك قدرات جسمية أو نفسية لا نعرفها ولا ندري كيف نعرفها ولكنها مقبولة عقلا ثم إنه ليس من العلم ولا من العقل أن نرفض الذي لا نفهمه ولكن العلم يقول لنا يجب أن نحاول الفهم أما تفسيرات كل هذه الأسئلة الضخمة التي جاءت في سطور قليلة وفي ألوف الكتب العلمية فكثيرة ولكن أيسر التفسيرات أن هذه الحضارات الإنسانية ليست هي الوحيدة على أرضنا فقد كانت قبلها حضارات كثيرة جدا عاشت واختفت لأسباب لا نعرفها وتركت آثارها عند بعض الناس وجاءت هذه الآثار دليلا على وجودها وتفسير آخر أن هناك حضارات أخرى في كواكب أخرى وهذه الحضارات جاءت إلى كوكب الأرض وحاولت بشكل ما معاونتنا على حياتنا ودفعتنا إلى الأمام ولأننا لا نشغل مكانا ممتازا في هذا الكون تركتنا أو تخلت عنا أو ابتعدت عن الأرض وجو الأرض وفي كل الكتب القديمة ما يدل على ذلك بصور وأساليب مختلفة يقول الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي مات في القرن الثاني قبل الميلاد إنه سمع من الحكيم الإغريقي سالون أن الكهنة المصريين أخبروه أنه كانت هناك حضارات وأنه سوف تكون على الأرض حضارات أخرى وأنها تولد وتكبر وتموت وتولد من جديد إلى الأبد أما أكابر علماء الفضاء كارل ساجان الأمريكي وأجريست الروسي وأبريت الألماني فيؤكدون أن هناك كائنات أخرى أعقل وأكثر تطورا ترقب هذه الأرض عن بعد ومن وقت طويل ولابد أنها زارتها في عصور سحيقة ولابد أن نتذكر من حين إلى حين أننا لسنا شيئا له قيمة في هذا الكون وأن قيمتنا هذه نستمدها من أنفسنا ولكني أضرب لك مثلا صغيرا لتعرف أين نحن وأين أرضنا من هذا الكون نفرض أن الشمس هذه في حجم كرة البينغ بونغ وفي هذه الحالة لا بد أن تكون الكرة الأرضية في حجم واحدة من النقط التي على هذه الحروف وأنها تقع على مسافة سبعة أمتار من الشمس أما الكوكب بلوتو الذي في طرف المجموعة الشمسية فيجب أن يكون على مدى ثلاثمائة متر أما المجموعة المشهورة باسم بروكسيما سينتوري فيجب أن تكون على مسافة ألفي كيلومتر ومن الضروري أن نتذكر أن المجرة أو المجموعة الفلاكية الهائلة التي نحن بها فيها مئة وخمسون ألف مليون شمس مثل شمسنا هذه وأن في الكون كله ألوف الملايين من المجرات ولا بد أن كل شمس حولها مجموعة من الكواكب تدور حولها وأن بعض هذه الكواكب لها توابع أي أقمار تدور حولها أيضا ففي الكون ملايين الملايين من الكواكب التي يمكن أن تكون عليها حياة وتتطور هذه الحياة إلى ما لا نهاية له من الأحجام والأشكال وليس من الضروري أن يكون الإنسان هو الشكل الوحيد للكائن العاقل كما أنه ليس من الضروري أن يكون الصرصار هو الشكل الوحيد للحشرات والذي يقول إن شمسنا هي الوحيدة التي حولها كواكب كالذي يقول إن زوجته هي وحدها التي تلد أو إن رأسه هو الوحيد الذي ينبت به شعر إن شيئا هائلا قد وقع على أرض وفي غابات وسماء سيبيريا سنة 1908 فأضاء سماء أوروبا أياما وأحرق الغابات شهورا وهدم بيوتا في كل العواصم السوفيتية وقيل إنه أحد النيازك سقط على الأرض ولكن البحث العلمي أكد أنه كان إحدى سفن الفضاء الضخمة التي لم تلمس الأرض وإنما احترقت لخلل أصابها في جو الأرض إن هذا الضوء الباهر والصوت الرهيب والأشجار والأحجار التي تحولت إلى مادة إشعاعية كل هذا لا يزال في بداية الطريق الطويل إلى معرفة من هم هؤلاء الذين يرقبوننا ويزوروننا إن الدكتور أحمد فخري العالم الأثري المصري يرى أن الأسرة الرابعة هي من ألغاز التاريخ المصري القديم وأن أحدا لا يعرف بالضبط لماذا فعل الفراعنة هذا ولم يفعل ذلك وقد تفائل الدكتور أحمد فخري كثيراً باستخدام الأجهزة الحديثة والأشعة الكونية لمعرفة لغز الحضارة الفرعونية ولكن العلماء حائرون مع الفراعنة ومع حضارات أخرى كثيرة والسبب هو أننا نجد في الحضارة آثاراً حيرتنا لحضارات أخرى أكثر تطوراً هل بقي شيء عجيب؟ نقوله؟ نعم كما سنرى